أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقات الماضية تعرضنا لموضوع الحور العين وأوضحنا أن ذكر الحور العين هو مجرد وسيلة ومثال لتقريب فهم نعم الجنة ومتعها التي لا نستطيع أن نفهم حقيقتها الآن ونحن في هذه الحياة الدنيا تماماً كما نستخدم الشوكولاتة كمثال لكي نشرح لطفل صغير معنى العلاقة الحميمة بين الزوجين فنقول إنها زي السقلات فيفهم الطفل إنها شيء طيب محبب إلى النفس وقد ذكرنا أنه ينبغي أن نضع في اعتبرنا دايماً أن الوسيلة والمثال ليست هي الحقيقة والواقع فاستخدام الحور العين كوسيلة ومثال لتقريب فهم نعم الجنة ومتعها لا يعني أن الأبرار في الجنة سوف يقضون أوقاتهم في مجامعة مستمرة للحور العين فمن يتصور ذلك يكون كالطفل الذي يتصور أنه عندما يتزوج سوف يقضي حياته كلها يأكل الشوكولاتة إن المقصود بالحور العين هو تقريب فهم نوع من أنواع نعم الجنة ومتعها المختلفة لا نستطيع أن نعرف كنهاها الآن لأن نعيم الجنة بكافة أنواعه مخفي عن فهمنا وعن إدراكنا وحسب ما أوضح سبحانه بأنه لا تعلم نفسه ما أخفاه الله تعالى من نعيم لعباده الأبرار من أهل الجنة إن من فهم نعم الجنة وملزاتها على أنها نعم حسية وملزات جنسية بناء على ما عرفوه في الدنيا من نعم وملزات هم مثل الضفضاعة التي كانت تعيش في قاع بئر كبير وعميق بجوار شاطئ البحر وفي أحد الأيام هبت عاصفة شديدة فقذفت الرياح بعض الأمواب التي وصلت إلى ذلك البئر وسقطت فيه بعض المياه من البحر وكانت في هذه المياه سمكة صغيرة فلما لقيت السمكة الضفضاعة سألتها الضفضاعة من أين جئتي؟ فقالت السمكة أنها جات من البحر فسألتها الضفضاعة ويفخورة بقى بالبئر الذي تعيش فيه فقالت وهل البحر الذي تعيشين فيه في حجم هذا البئر الذي يعيش فيه؟ وفكرت السمكة بعض الوقت وبعدين أجابت بالنافي فالسمكة كانت تعرف أن الضفضاعة عاشت كل حياتها في هذا البئر وهي لن تستطيع أن تتصور حجم البحر ولأنها سوف تقيس كل شيء بما تعرفه في عالمها الضيق فلن تفهم مهما حاولت أن تشرح لها السمكة حجم البحر لهذا اكتفت بأنها تنفي وتقول لا حجم البحر ما إزاي حجم البير بتاع الضفضاعة؟ لكن يبدو أن العاملين في قناة الحياة لا زالوا يعيشون في بئر الضفضاعة ولذلك فهم يفكرون بعخلية الضفضاعة ولا يعرفون سوى منطق الضفاضع الذي يقيس كل شيء بحسب المفهوم الديئ اللي عايشين فيه ولا أدل على ذلك من المحاورة التي تمت بين السلاس المرح الذي يعمل في قناة الحياة وهم رشيد وأحمد ووحيد فقد سأل رشيد زمير وحيد سؤالا قال فيه طيب أنا أتساءل يعني الحور العين أنت قلت قبل قليل زي ماكينة جنسية خلقت لمتعة الرجل جنسيا والغلمان قلت للخدمة فقط هل هذا ما قصدت آخر مرة؟ هل ممكن تشرح لنا وظيفة الغلمان بالضبط؟ فيقول وحيد يا عزيزي الفاضل أولا الغلمان أعطوا صفات متقاربة للحور العين وحتى لا يقول من يقول هذا الكلام مسيحي ربما يفهم صورة خاطئة إذا سمحت لي في دقيقتين أن تعطيني وقت أقرأ جزئية من كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية للشيخ محمد جلال كشك فيسمح له الرشيد السيد رشيد بنص الوقت اللي طلبه ويديله دقيقة واحدة فيضحكوا هما الاتنين وبعدها يستطرد السيد وحيد فيقرأ بعض أجزاء من الكتاب المذكور ولكن المشاهد لا يعرف ما إذا كان الكلام اللي بيقوله السيد وحيد هو كلامه أم كلام الشيخ كشك لأنه بيخلط الكلام ببعضه فيسأل السيد رشيد زميله أحمد فيقول لكن القرآن لا يقول متعة جنسية خلوا بارك الرشيد بيسأل زميله أحمد فيقول لكن القرآن لا يقول متعة جنسية يعني بتعترفوا أن القرآن ما بيقولش متعة جنسية ولكن هناك إيحاءات ربما يفهم منها الإنسان أنه متعة جنسية كما حدث مع الكاتب محمد جلال كشك فيرد أحمد بلهجة العالم الواثق من نفسه فيقول شوف أخي الحبيب في أنواع كتيرة من التفسير منها التفسير بالقياس قياسا إذا كان الحور العين اللؤلؤ المكنون وهم كما ينص القرآن للمتعة الجنسية إذا وصف الولدان المخلدون باللؤلؤ المنثور اللي هو أكثر بهاء وأيضا باللؤلؤ المكنون إذن هم أيضا للمتعة الجنسية أو للخدمة التي منها المتعة الجنسية ولا ضرر في ذلك أننا نقوله الحاجة الثانية بنقول أن هم من أخذهم الله تعالى من أولاد غيرهم ممكن يكون من أولاد النصارى واليهود ممكن هم غلمان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة بس مش من الزعفران بيقولوا هم أولاد المشركين الذين ماتوا صغار بدون زنوب أو حسنات ماتوا على الفطرة وهم ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ويحسبوا كفارة وشفاعة لأهلهم ثم يصيروا ولدان مخلدون في الجنة فيقول السيد رشيد لكن هناك أيضا احتمال أنهم خلق خلقهم الله للخدمة لأنه بالآلاف لأن البعض يقول لك بالآلاف فيوفق أحمد يقول بالضبط فيقول رشيد 80 ألف خادم فيقول أحمد بالضبط حديث عائشة تقول أنه عندما ينادي الرجل من أهل الجنة يأتيه ألف خادم يقول لبيك لبيك وكل منهم يخدم يخدم غير خدمة أخيه وينهي السيد رشيد هذا الجزء من المحاورة باستقبال بعض الاتصالات التلفونية وننتهز نحن الفرصة عشان نعلق على ما قيل حتى الآن وهذا هو ما قصدنا حينما قلنا فيما سبق أن العاملين في قناة الحياة لا يعرفون سوى منطق الضفاضح لأنهم يعيشون بعقلية الضبضعة اللي بتعيش في بير كبير بالنسبة لها فتظن أن العالم خارج هذا البير لا يمكن أن يقارن إلا بمعرفته هي ومشاهدته وخبرته داخل البير فالسيد وحيد يقوم ببعض التشويشات ويقول أنه بيقرأ من كتاب للشيخ محمد جلال كشك ولكنه لا يحدد بالضبط كلام الشيخ ولا يفصل بين كلامه هو وكلام الشيخ ويعطي بعض الإيحاءات بأن الولدان المخلدين في الجنة هم للمتعة الجنسية وبعدين يجي السيد أحمد الذي يجد من الصعوبة بمكان أن يتلفظ بجملة مفيدة صحيحة يكون لها معنى واضح فإذا به يلبس مسوح العلماء ويخرج علينا بفتوى استنبطى حضرته بالقياس حسب ما قال وأما قياسه اللي بنى عليه حكمه فهو كما يلي واحد الحرعين مخلوقون للمتعة الجنسية بنص القرآن كما يزعم اتنين الحرعين موصفون بأنهم لؤلؤ مكنون تلاتة الولدان المخلدون موصفون بأنهم لؤلؤ منثور ولؤلؤ مكنون إذن النتيجة اللي خرج بها السيد أحمد حسب منطق الضفاضع اللي بيعرفه والقياس اللي بيزعمه هي أن الولدان المخلدين مخلوقون أيضا للمتعة الجنسية أو للخدمة التي منها المتعة الجنسية ولا ضرر في أن يقول ذلك ونحن نريد أن نسأل البحر العلامة والحبر الفهامة فضيلة الشيخ أحمد مفتي قناة الحياة أين ذلك النص القرآني الذي يقول أن الحور العين مخلوقة للمتعة الجنسية كما يدعي هذا المفتي أو المفتري وهل يصلح هذا القياس الذي ذكره السيد أحمد في الوصول إلى حكم في قضية الولدان المخلدين؟ فإذا كان يصح من وجهة نظره فما رأيه إذا استعمل أحد نفس منطقه هذا واستعمل نفس قياسه هذا وعرض القضية التالية 1- النساء البغاية مخصصة للمتعة الجنسية لقاء بعض المال 2- النساء البغاية موصفات بأنهن يرتدين الفساتين 3- والدة السيد أحمد وأخته وزوجته موصفات بأنهن يرتدين الفساتين 3- إذن النتيجة التي نخرج بها حسب منطق السيد أحمد وقياسه 4- هي أن والدة السيد أحمد وأخته وزوجته مخصصات للمتعة الجنسية لقاء بعض المال 5- هل الحكم بالقياس ده يكون بهذا الشكل يا سيد أحمد؟ 6- من أين تعلمت هذا المنطق يا سيد أحمد يا شيخ أحمد؟ 7- من الضضاعة التي تسكن في البعر أم المسيحية التي تعلمتها وتخليت عن الإسلام من أجلها؟ 7- أنا لا أقصد بالطبع أي إساءة لولدة السيد أحمد ولا الأخته أو لزوجته 8- ولكني أردت فقط أن أبين مدى تفاهة وسفاهة المنطق الذي يستعمله بغرض الإساءة للإسلام 9- ولأبين لحضرات المشاهدين أن هؤلاء المتنصرين لا يهدفون لعرض الحقيقة أو لمعرفة الحق 9- إنما كل همهم هو أن يسيئوا إلى الإسلام ويصرفوا الناس عنه لكي يوقعوهم في مصيادة المسيحية 10- ولا يهم إن كان الأسلوب الذي يستعملونه شريفا أو خبيسا 11- ولا يهم إن كان المنطق الذي يستخدمونه صحيحا أو مغلوطا 12- وهم في أغلب الأحيان لا يستعملون إلا الأسلوب الخبيس ولا يستخدمون إلا المنطق المغلوط 11- نيجي بقى لسؤال تاني هام عايزين عليه إجابة في الصميم 12- هل للنساء نصيب من الحور العين؟ 13- ده سؤال لابد أن نقدم له إجابة في الصميم وهو هل يمكن أن يكون للنساء نصيب من الحور العين؟ 13- إننا إذا نظرنا إلى موضوع الحور العين من منظور أوسع وأرحب من منظور الجنس الديئ الذي لا يستطيع بعض الناس أن يروا غيره 14- نجد أنه من الممكن أن يكون للنساء أيضا أزواج من الحور العين 14- فإذا تأملنا بعض الآيات التي ذكرت الحور العين في الكتاب العزيز 15- نجد أن أيتين منهم ذكرات أن الحور العين قد زوجنا في الجنة للمتقين 15- يقول تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين 16- وبيقول كمان إن المتقين في جنات ونعي فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 17- كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين 18- بتكلم عن مين عن المتقين ولما كان لفظ المتقين يشمل الرجال والنساء فإن التزويج هنا لا يعني المعاشرة الزوجية 19- وإنما يعني القرين المماثر والقرين هنا هو بمعنى الصديق أو الصاحب ولا يعني الزوج الذي يعاشر زوجه معاشرة الأوزاد الأزواج 19- يقول تعالى حكاية عن رجل من أهل الجنة قال قائل منهم إني كان لي قرين 20- يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون 21- قال هل أنتم اطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم 22- فالقرين هنا بمعنى الصديق وأيضا يقول تعالى 23- احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 24- فالأزواج هنا بمعنى القرناء الذين هم على شاكلتهم 25- ولا تعني بالطبع الأزواج اللي كان بيعاشر بعضهم بعضا في الدنيا 26- فإن من الأزواج الذي يتعاشرون معاشرة الأزواج من يكون ظالما 27- بينما تكون زوجته مؤمنا كما كان الحال مع فرعون وزوجته 28- اللي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملك 29- وقد تكون الزوجة ظالمة بينما يكون زوجها مؤمنا 30- كما كان الحال مع نوح ولوط عليهما السلام 30- فإن زوجتيهما كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 31- وعلى هذا فإن كلمة أزواج في قوله تعالى 31- أحشر الذين ظلموا أزواجهم 32- تعني الخرناء أو الأصدقاء أو الأصحاب أو الذين هم على شاكلة واحدة 32- وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى 33- وزوجناهم بحور عين 34- أي جعلنا لهم قرناء أو أصدقاء أو أصحاب على شاكلتهم من الحور العين 34- وبهذا المعنى يكون للنساء أيضا أزواج من الحور العين 35- أي صاحبات وصديقات مؤمنات عفيفات على شاكلتهم 36- ولا ريبة أن من متع المرأة في الدنيا أن تكون لها صديقات مخلصات 37- ولذلك فإن هذه المتعة الدنيوية سوف تتجلى في الجنة أيضا من خلال متعة مصادقة الحور العين 37- أي يكون للمرأة أزواج من الحور العين 38- يماثلهن في الطهر والعفاف 38- وتتقارب أعمارهن معهن 39- فيكن لهن كما يقول الكتاب العزيز كواعب أطرابة 39- أي ذوات شرف ومجد من الحور العين التي يماثلهن في العمر 40- أو ذوات شرف ومجد من المؤمنات الأخريات في الجنة التي يتقاربن معهن في العمر 40- وبنفس هذا المفهوم يكون للرجال أزواج أيضا من قرنائهم الرجال في الجنة 41- أي أن لهم أصحاب وأصدقاء على شاكلتهم وفي درجتهم في الجنة 42- وسيكون هؤلاء الأزواج أيضا للرجال من أهل الجنة كواعب أطرابة 43- أي سيكونون من ذوي الشرف والمجد الذين يقاربونهم في العمر 43- وجميع هؤلاء الأزواج سواء كانوا أزواج الرجال أو أزواج النساء فإنهم سيكونون أزواجا مطهرين 44- بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى 44- أي أن التطهير ليس من فعل أنفسهم وإلا فإنهم يكونون متطهرين 45- إنما المقصود هو أن الله تعالى هو الذي يطهرهم 45- وهو الذي يجعلهم أزواجا مطهرة للمؤمنين من أهل الجنة رجالا ونساء 46- يقول تعالى 47- ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 48- الذين اتقوا عند ربهم جنات 49- للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 50- خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 49- ويقول كمان 50- والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 50- خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 51- ومن الواضح من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى جعل هؤلاء الأزواج 52- للذين اتقوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات 53- ويشمل هذا كل من الرجال والنساء على السواء 54- غير أن هذا لا يمنع أن يكون أهل الجنة في صحبة أزواجهم 54- الذين شاركوهم الحياة في دار الدنيا 55- وإن كانوا من الصالحين 56- يقول تعالى 57- والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 58- وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 59- ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقبى الدار 60- جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 61- والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 61- سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 62- ويقول سبحانه عن دعاء الملائكة 63- الذين يحملون العرش وما من حوله يسبحون بحمد ربهم 64- ويؤمنون به 64- ويستغفرون للذين آمنوا 65- ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 65- فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 66- وقهم عذاب الجحيم 66- ربنا وأدخلهم جنات عدن 66- التي وعدتهم 67- ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 67- إنك أنت العزيز الحكيم 67- ويقول سبحانه أيضا 68- يا عبادي لا خوف عليكم اليوم 69- ولا أنتم تحزنون 69- الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 69- ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 69- على أنه يجب أن يضع في الاعتبار 70- أن كلمة مسلمين في الآية الأخيرة 71- ينبغي أن تفهم بمعناها العام 72- أي أنها تشمل كل من يسلم أمره لله 73- بصرف النظر عن الدين الذي ينتمي إليه 74- وأما المعنى الخاص للإسلام 74- فإنه يعني الدين الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم 75- وعلى هذا يكون المعنى الخاص لكلمة المسلمين 76- يختص بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 77- الذين خضعوا لأمر الله تعالى وأمنوا بالإسلام 77- أما المعنى العام لكلمة المسلمين 77- فيشمل كل من خضع لأمر الله تعالى من أتباع جميع الأديان بوجه عام 77- وننتقل الآن إلى ضيف رابع من ضيوف قناة الحياة 78- اللي اشترك في البرنامج عن طريق حديث مسجل 79- وقدمه السيد رشيد بأنه الدكتور رأفة عماري 79- ويقول عنه السيد أحمد أنه راجل متبحر في التاريخ 79- مما يعني أنه ليس دكتور في الطب أو الصيدلة 79- ولكن يبدو أنه دكتور في التاريخ 80- ونسمع حضرة الدكتور وهو يتكلم عن بعض الأديان القديمة 80- مثل الزردشتية المعروفة باسم المجوسية 80- والماندية المعروفة باسم الصابقة 80- والديانة المانوية 80- وهي إحدى ديانات بابل المتأخرة 80- اللي جدت سنة 2115 بعد الميلاد 80- فيعدد بعض الأمور المتشابهة فيها 80- مع ما جاء في القرآن الكريم عن الجنة 81- ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 81- قد نقل ما جاء عن الجنة في الإسلام 82- من هذه الديانات الوثنية 82- فيقول مثلا عن الديانة المجوسية 83- أو اللي هي الزردشتية يعني 83- بالنسبة للباس الجنة 84- ففي معراج فراز 85- ادعى الفرص أن فراز قد عرج للسماء 86- وهناك وصف خاص للمجاهدين 87- الذين حاربوا من أجل الديانة 87- وهم مزينين بالذهب والجواهر المختلفة 88- وهي تعكس تمجيد محمد لمصير المجاهدين 89- إذ يقول في سورة الكهف 89- أولئك لهم جنات عدن 90- تجري من تحتهم الأنهار 90- يحلون فيها من أساور من ذهب 91- ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق 91- إلى آخره 91- ذلك في سورة الكهف 91- يتحدث الزردشتيون 91- عن قصور السماء 92- مع أسرة خاصة 92- كما نرى في سفر أباريست 92- الزردشتي 92- يقول هذا السفر عن هذه القصور 93- أنها مبنية على جداول 93- مثبتة بصورة جيدة 93- مشعة بمئات من النوافذ 94- وآلاف من الأعمدة المبنية جيدا 95- مع عشرة آلاف البلاكين المتينة 95- في كل من هذه القصور 95- هناك أسرة معطرة ومغطاة بوسائد 96- لقد استخدم الزردشت 96- فكرة القصور السماوية 96- لإغراء القادة في الحروب 97- فالملك في استاسبة 97- الذي ساعد زردشت 97- في الحروب لنشر الديانة الزردشتية 98- موعود في قصر سماوي 98- تقول النصوص الزردشتية عن ذلك 99- عن ذلك القصر 99- أنه قصر به عشرة آلاف من النوافذ الواسعة 99- وعشرة آلاف نافذة صغيرة 99- ولحوم كثيرة 99- وطعام كثير 100- وهذا أوحى لمحمد 100- أن يجعل من قصور الجنة الكبيرة 100- أسلوبا لإغراء مساعديه 100- متبعا نفس أسلوب زردشت 100- في إغراء مؤيديه 100- كما ادعى مرة أنه رأى قصرا جميلا 100- وقد سأل عن مالك ذلك القصر 100- فقيل له إنه لعمر بن الخطاب 100- وإنه رأى حرية بجانبه 101- وهكذا قد تبع أسلوب زردشت في إغراء مساعديه 101- في وعود عن قصور خيالية في السماء 101- بالنسبة للحريات في الزردشتية 101- الطبقات السموية عند الزردشتين 101- مرتبة بحيث أن كل طبقة تحوي متعة النساء 101- ذلك تجد في نادستان والدانديت 101- أحد الأسفار الزردشتية 101- ويدعي الزردشتين أن تلك الحريات 101- لهن ريح طيب يشتمه الزردشتي الصاعد للسماء 101- ومن بين أوصاف محمد للحور 101- هو أنها تملأ المسلم ريحا 101- الخمر في الجنة بالنسبة للزردشتين الأبدية 102- هي بالنسبة لهم هي بيت الأغاني حيث تشرب الخمر 102- وذكرني كلام من الدكتور عماري 103- بما حدث مع واحد من مشاهير الأطباء المسلمين في الهند 104- وكان طبيب لمهرجة كشمير 105- فحدث أن أعطاه أحد الهندوس كتاباً 10- يحتوي على الموضوعات المشتركة 10- بين كتاب الهندوس المقدس 11- اللي اسمه الفيدا 11- وبين القرآن الكريم 11- وطلب الراجل منه أنه يدرس هذا الكتاب 12- عشان يعرف أن رسول الإسلام 12- قد نقل هذه الموضوعات من كتاب الهندوس المقدس 12- وتوعد الرجلان على اللقاء بعد خراءة الكتاب 12- فلما التقي سأله الرجل عن رأيه 13- وهو يتوقع أن يكون الطبيب قد قرر التخلي عن الإسلام 14- بعد ما عرف الكتاب أوجه التشابه الكتيرة والمتعددة 15- بينما جاء في القرآن وكتاب الهندوس المقدس 15- فقال الطبيب أنه الآن أشد إيماناً بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 16- فاستعجب الراجل وسأله عن سبب 16- فقال الطبيب أن علماء الفيدا بيقولوا أن دراسة الفيدا تحتاج إلى أربعين عام 16- وحقيقة أن هناك أمور مشتركة بين الفيدا والقرآن المجيد 17- يدل حقيقة أن هناك أمور مشتركة بين الفيدا والقرآن المجيد 18- بيدل بدلالة قاطعة أن من أنزل الفيدا هو الذي أنزل القرآن المجيد 18- وهو العليم الخبير 19- فمن المستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تعلم اللغة السينسيكريتية ودرس الفيدا عشان ينقل منها جميع هذه الموضوعات والدكتور عماري بيضيف دليل آخر على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر أمورا مشتركة بين الديانة المجوسية وديانة الصابقة والديانة البابلية وبين ما جاء في القرآن المجيد مما يدل قطعا على أن من أنزل هذه الديانات في الماضي هو الذي أنزل القرآن المجيد إنما المشكلة مع الدكتور عماري هي أنه بيتبع الديانة كانت مخصصة لقبيلة من القبائل اللي عاشت على ظهر هذا الكوكب وهي قبيلة بني إسرائيل ولذلك كان الله يتعامل معها وكأنها وحدها اللي كان لها قيمة واعتبار في الدنيا ولذلك فإن أفراد هذه القبيلة كانوا يظنون أنهم شعب الله المختار وأن الله تعالى لم يتعامل مع غيرهم من الأمم والشعوب والبلدان وأنه لم يبعث رسلا إلا فيهم ولم ينزل شريعة إلا عليهم ولم يعطي أحدا كتابا مقدسا إلا لهم الدكتور عماري وغيره من طائم قناة الحياة يؤمنون بإله ظل يخلق الناس لمدة أربعة تلاف سنة من بعد ما خلق آدم عليه السلام ولكنه استمر يعاملهم كما يعامل الحيوانات لأنه كان إله أنصري متحيز لقبيلة معينة عفوا لأنه كان إله أنصري متحيز لقبيلة معينة من البشر هي قبيلة بني إسرائيل وبعدين استيقظ فجأة هذا الإله بعد ما مضي أربعة تلاف سنة ليكتشف أنه لا يليق به أن يكون عنصريا ولا يصح له أن يكون متحيزا فقرر أن يهتم بالمتطلبات الروحية لبقية خلقه من البشر ويجعل لهم نصيب في الهدايا الربانية فدعاهم لأن يؤمنوا بالمسيح الذي لم يرسله إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة أما أن يرسل الله أنبياء لأمم الأرض أو يبعث هدى للقبائل الأخرى في الأرض أو يهدي الأمم والشعوب الأخرى إلى شريعة تنظم أمور حياتهم وتعرفهم بأمور دنياهم وأخرتهم فهذا ممنوع ممنوع وهو محرم محرم إذ لا يمكن أن ينال هذا الشرف إلا بني إسرائيل لوحدهم وإنه مما يؤسف له حقاً أن هذه الأفكار الإسرائيلية وهذه النظرة العنصرية الديئة وهذه الإساءة المنسوبة إلى الله تعالى تتردد أيضاً على ألسنة الكثير من المسلمين فأسهموا الأديان إلى أديان سماوية وأديان وضعية وزعموا أن الأديان السماوية تلتة بس وهي اليهودية والنصرانية والإسلام وأما الأديان البائية الموجودة في الأرض فهي عندهم أديان من وضع الإنسان فأقولوا عنها أنها أديان وضعية أو هي أديان وثنية زي ما بيسميها الدكتور عماري ونسي الطرفين سواء كانوا حضرات المسيحيين من قناة الحياة أو المسلمين الذين يشاركونهم هذه الأفكار الخاطئة أن القرآن المجيد قد ذكر في آياته الكريمة ما يؤكد أن الله تعالى لم يترك أمة على وجه الأرض بغير أن يجعل لها نصيبا في الهدايا الربانية فماذا قال الله تعالى؟ لقد قال الكثير والكثير ولكن وقت الحلقة انتهى وسوف نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وسوف نذكر على الأقل عشر آيات كريمة تدل كل منها على خطأ هذه الفكرة الإسرائيلية التي تزعم بوجود ثلاثة أجيان فقط فإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر